سرحان رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي لأن هذا المجلس فيه كفاءات في البلاد سواء في المؤسسة الأمنية والعسكرية ناس عندهم تبلوت بورطة البلاد ويعرفوا كل حاجة صايرة في البلاد وبالتالي اتخاذ المواقف والقرارات يكون بناء على معطايا الدقيق هذا نحكي ديما في الجانب النظر رئيس الجمهورية في مجلس الأمن القومي طرح تقريبا ثلاث مسائل أساسية اللي هي ورد في الباية قطع نظر على بعض الجمال الاعتراضية الموجودة لكن ثلاث مسائل أساسية أولا مسألة الماء رئيس الجمهورية ديما يمشي في المقاربة متعنوا هذا الماء يتم قطعه عمدا لكن صراحة يعني إذا كان نشوفه الكلام الصادر على وزير الفلاحة أو نشوفه معناها بعض البيانات أو الكلام والتصريحات الخارجة من عدد من المسؤولين المختصين في المسألة هذه ويباشروا مهمات في علاقة بملف التزويد بالماء في تونس مسألة لا تتعلق بهذا مسألة تتعلق بمسائل أخرى بما فيها نسبة امتلاء السدود اللي قاعدين نشوفه رئيس نسبة امتلاء السدود ضعيفة يعني شفنا مؤخرا نحكيه على 24% نحكيه على 25% ونحكيه على 20% بعض السدود ورئيس المواطنة التونسي يكون فاهم أكثر مسألة دي رئيس نجم يكون سد ممتلئ 90% وحتى 80% المسألة هذه مش موجودة في تونس لكن 90% أو 80% لكن السد هذا يكون سد صغير ومش من السدود الكبرى الاستراتيجية المستوي بتزويد التوينسب الماء لكن السدود الكبرى الموجودة في تونس حسب الأرقام اللي قاعدين نقرأوا فيها وبعض التقارير تحدث عن نسبة مدلئة السدود نسبة ضعيفة جدا وراء هذا مرتبط بمساء الكبيرة برشة حكيهوا عليها الخبراء بما فيها التساقطات يعني مساء الكبيرة برشة السياسية ماش سياسية ماش سياسية ماش سياسية ماش سياسية استراتيجية ويجب أن تكون القرارات المتعالقة بمسألة الماء وملف الماء مساء الاستراتيجية ماش مساء سياسية لأنه سهل جدا أنه يقول وراء يتم قطع الماء وكذا لكن هذا ما يخرج ناش من المشكلة مسألة يجب أن تقارب من زاوية علمية أكثر منه من زاوية السياسية هذا بعلاقة بملف الماء لكن فما ملف آخر زده لا يقل أهمية على ملف الماء اليوم ملف مراقبة الحدود هذا كاللوش تطرح الملف هذا في مجلس الأمن القوم لأن المسألة دي تعهد إلى المواصلة التي تحمل السلاح وبالتالي مسألة دي يرى مسألة مهمة جدا في الكثير من الزاوية أولا من زاوية تسرب المهاجرين غير النظاميين لتونس وللمسألة دي يحكينا سابقا وقلنا غريبا تتحول إلى مسألة من أكثر الملفات المعقدة في تونس ويجب أن ننتبه لها وصلنا إلى المسألة دي لأسف شديد ولل تقول ملف المهاجرين غير النظاميين فيه الكثير من الأبعاد فيه المسألة المتعلقة بالبعض الاجتماعي فيه المسألة المتعلقة بالبعض الاخلاقي فيه المسألة المتعلقة بالبعض السياسي فيه حتى المسألة المتعلقة بالبعض القانوني والقوانين الدولي وكيفية التعامل مع هؤلاء وبالتالي أصبحت متشابكة كل الزاوية هذه في علاقة بملف المهاجرين غير النظامين وصراحة أصبح ملف ثقيل جدا وبالتالي طرح الملف هذا داخل مجلس الأمن القومي مهم جدا لا أحد يمكن أن ينفي دور مؤثر عسكري في حراسة الحدود التونسية واليقظة الموجودة في الحدود التونسية لكن ديما العودة إلى طرح الملف هذا ومنقشة الملف هذا مسألة مهمة جدا والتشديد الحراسة على الحدود مسألة مهمة جدا بش ما يتفقمش هذا لكن زادة روح الحدود لا تتعلق أساسا وجوهرين بملف المواجهين غير نظامين فما مساء الأخرى بما فيها التهريب بما فيها الإرهاب روما يزمناش نحن كتوينسا ديما ندخل فك المسألة تخلصنا كليا من ملف الإرهاب لا ما تخلصناش كليا من ملف الإرهاب ما زالة تونس مهددة بهذه التنظيمات التي تتربس بالبلاد في كل لحظة وفي كل لحظة يلقاوا كيف يضربون رام بش يضربون مسألة هذه هي محسومة وبالتالي اليقظة في مستوى الحدود أو في مستوى حتى المناطق المعروفة بالتمركز المجموعات هذه مسألة مهمة جدا وأنا أعتبر أنه من أكثر مسألة إيجابية هي طرح الملف هذا في المجلس الأمن القومي لأنه تقدير الخاصة تمت مناقشتها بالقدر الكافي هذه المسألة الثانية التي يحكيها على رئيس الجمهورية مسألة سياسة الخارجية هذه زادة مسألة مهمة لكن ديما رئيس الجمهورية يطرح حكاية الملف الخارجي والسياسة الخارجية من تطوص من زاوية عدم التدخل في الشأن الداخلي رئيس الجمهورية ربطها بمسألة متعلقة بالمعنى الانتخابي بمعنى أنه عنده معلومات أنه فيما دول معينة أو مجموعات معينة تراهن على بعض الشخصيات يمكن أن تتراشح انتخاب التريسي يمكن أن نطرح من معنى القراءة مش المعلومة يمكن تكون عنده المعلومات هذه وبالتالي هو تراح المسألة هذه لكن يعني السياسة الخارجية لا تقتصر عند هذا الحد فقط السياسة الخارجية ليتونس يجب أن تركز على محاور أساسية مهمة جدا لأنه تغيير صورة كما كنا نحكيه فيها أكثر من مرة أنه في العشر سنوات أو الثلاثة السنوات الماضية صراحة صورة تونس سأت كثيرا وبالتالي العمل في السياسة الخارجية التونسية يعني يجب أن يكون عمل بواتيرا مرتفعة جدا حتى ترجع تونس معناها للصورة الأقديمة لكن ملاحظة أساسية معناها لازمني نقولها في المعنى هذه شفت التداخل في علاقة بالسياسات الخارجية رأوا خاصة إذا كان نحكيه على الدول العظمى والدول اللي تعتبر روحها معناها تتحكم بزمام البادرة في العالم مره الدول هذه باش تقعد تحاول في كل مرة أن تتدخل في السياسات الداخلية لكل دول وهذا قاعدين نشوفه فيه رأوا شوف فما حرب استخباراتي فما حرب عند المعنى العسكري فما حرب عند المعنى السياسي فما حتى حرب عند المعنى الاقتصادي بما أنه يضايق عليك في مستوى تمويلات معين وبالتالي فأنه دول العظمى هذه باش تحاول في كل مرة أن تتدخل في السياسات الداخلية والخارجية لأغلب الدول اللي هي ترى أنه هي قادرة أن تسيطر عليهم وبالتالي العملية دي مهم جدا أنه نحكيه عليها وإيقاف النزيف متع التدخل الخارجي في تومس لكن صعب جدا أنه كنت تقضي على هذا تماما قاعدين نشوفه هنا حتى دول مثلا إذا كمش نحكيه على زوز دول عظمى اللي هم قاعدين يتسارعوا على امتداد سنوات طويلة كمشي حكيه على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتنظاف الصين إلى الواجهة حالين فهنا حروب كبيرة ببناتهم وكل مرة نشوفه في تسجيل نقاط سياسية بين الناس دومة بمعنى أنه هذه حراكية وديناميكية في علاقة بالسياسة الخارجية لا يمكن أن تتوقف مهم جدا أنه نطرح ملف هذا داخل مجلس الأمن القومي مهم جدا أنه نحن ناخذ قرارات لكن المسألة دي يقاف النزيف بشكل نهائي وحاسم وبات صعب جدا في تقدير الخاصة